يقول أنا موظف في شركة وجئت للزيارة ولكن حصلت لي ظروف خاصة تأخرت عن العودة مما تسبب في إنهاء خدمتي من تلك الشركة وسألت عن الحل فقالوا لن تعود إلى وظيفتك إلا إذا جئت بشهادة مرضية تفيد بأنك كنت محجوزا بالمستشفى خلال فترة الغياب عن العمل فهل إن فعلت ذلك للضرورة علي إثم في ذلك نعم هذا كذب ولا يجوز كذب واحتيال تكلم بالصدق وقال إني تأخرت لأن ما حصل إني أرجع لعايق صحيح يذكر العايق الصحيح اللي منعت أما أنك تذكر هايق كذب وليس صحيحا هذا لا يجوز وعليك بالصدق والعزق بيد الله سبحانه وتعالى